استغلال ميليشيا الحوثي للأزمات الإنسانية في اليمن من بينها جائحة كورونا في أغراض سياسية ومالية هذا ما تم كشفه في الندوة الموسعة التي أقامتها المنظمات المتحالفة في جينيف عن السلام في اليمن الندوة أكدت من خلال المعلومات استغلال الحوثي للجائحة واستغلالها سياسيا بالترويج لخرافات بأن مناطق سيطراتها محمية بالعناية الإلهية وأن كورونا لا تصيب إلا الدول الضالة وفي الجهة الأخرى نهبت كل المساعدات الطبية والإغاثية المقدمة من المنظمات الدولية لمواجهة الجائحة وجهزت بها أماكن حجر صحي لقيادتها وسلالتها ومن ناحية التعامل مع الوباء أملت الميليشيا الحوثي على استنزاف المستشفيات الحكومية والخاصة وإجبارها على تخصيص نصف طاقتها للسيعابية لمقاتليها ومصادرة أجهزة تنفس لصالح قيادات حوثية وتفريق فنادق لاستقبال الحالات المصابة من أتباعها في تمييز ضد المواطنين وفرضت الميليشيا الحوثية مبالقة مالية تتراوح بين 100 إلى 300 ألف ريال على المحل التجاري تحت مسمى رش وتعقيم واستحدثت تصاريح مزاولة عمل أثناء فترة الحجر للمحلات الكبيرة وأسواق القاتص وقيمتها إلى ثلاثة ملايين ريال كما تطرغت الندوة إلى فتح الميليشيات سوق سودي ديرها أتباعها لبيع الأكسوجين حيث وصل سعر العبوة في بعض المناطق إلى 150 ألف ريال وهي التي لا تجاوز سعرها في العادة 5000 ريال وتستغل الميليشيات الحوثية أزمة وبا كرونا مثل ما تفعل في كل مرة لنهب المساعدات الطبية والإنسانية فيما لا تزال قموض مستمرة حول مصير 280 طن من المساعدات الطبية التي وصلت إلى مطار صنعاء ما بين مايو ويونيو الماضيين من بينها 220 جهاز ترفس صناعي و 550 سريرا طبيا